لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام الدوان الملكي في الأردن يعلن إقامة حفل زفاف الأميرة إيمان مساء أمس أقيم مساء الأحد حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على الشاب الفنزويلي زو الأصول اليونانية جميل أليكزاندر تيرميوتس وذلك في قصر بيت الأردن وهو مكان إقامة العاهل الأردني وضم حفل الزفاف عددا من أفراد العائلة الملكة وأفراد عائلة الزوج جميل أليكزاندر تيرميوتس إلى جانب عدد من المقربين والأصدقاء للعائلة الملكة وعقد قران الأميرة إيمان على جميل أليكزاندر أمام الحضرة الهاشمية أحمد الخليلة وحضر حفل الزفاف إلى جانب الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله شقيقة الأميرة إيمان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأمير هاشم بن عبدالله وهما من شهد على عقد القران إلى جانب شقيقتها الأميرة سلمة بنت عبدالله الثاني والأميرة رجوة السيف خطيبة ولي العهد ومن العائلة الملكة حضر الحفلة عددا من الأمراء والأميرات حيث تواجد كل من الأميرة من الحسين جدة سمو الأميرة إيمان والأمير الحسن بن طلال عم الملك عبدالله الثاني والأميرة سروة الحسن والأميرة بسمة بن طلال عمة الملك والأمير فيصل ابن الحسين والأميرة زيناء الفيصل والأميرة علي ابن الحسين والأميرة ريم العلي والأميرة هاشم ابن الحسين وعدد آخر ممن يحملون ألقاب الأمراء والأميرات في المملكة فيما غاب الأمير حمزة وأسرته عن حفل الزفاف هذا وحضرت عائلة الزوج كاملة وبعد ساعات من حفل الزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية على جميل أليكزاندر ترميوتس احتل الأخير اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وعقب حفل الحناء السلساء الماضي اتجعت أنظار الشرع الأردني مساء الأحد صوب قصر العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي يقيم حفل زفاف نجلته الأميرة إيمان على رجل الأعمال جميل أليكزاندر وتوشحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من تجهزة الحفل الملكي مشيدين باتباع العادات والأعراف الأردنية في الحفلة ويقول البعض إن العاهل الأردني حرص على مغادرة نجلته إيمان من قصره كما هو الحال لدى الأردنيين وقالت المصادر إن الحفل سيبس على جميع وسائل الإعلام المحلية والمنصات الرقمية الخطوة التي اعتبرها رواد منصات التواصل الاجتماعي تمكنه من متابعة الحفل المنتظر المصادر كشفت أن تفاصيل الحفل ستتم وفقا للتقاليد الأردنية حيث ستتضمن عقد القران كذب الكتاب وعشاء للمدعوين وأن الحضور سيقتصر على العائلتين وآخرون من شخصيات بارزة لم تسميهم المصادر وتابع ملايين الأردنيين والعرب بشغف حفل الزواج الخاص الذي أقامه العاهل الأردني مسائل أحد بملاسبة زواج كريمته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من هو جميل أليكساندر تيرميوتس أعلنت ديون الملكي في الأردن اليوم خطوبة ابنة ملك الأردن الأميرة إيمان عبدالله الثاني على جميل أليكساندر تيرميوتس وأقيمت الخطوبة بحضور ملك الأردن الملك عبدالله الثاني والملك رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمة بنت عبدالله الثاني وانتشرت صور تجمع الأميرة إيمان بخطيبها جميل وصلت تساؤلات متابعين عن هويته ومن خلال البحث في شبكة المصادر المفتوحة على شبكة الإنترنت لا توجد أي معلومات شخصية عن اسم جميل أليكساندر تيرميوتس لكن البحث يقود إلى شخص يشبهه للغاية يدعى جيمي تيرميوتس وهو أمريكي من أصل يوناني على الأرجح ومن اللافت أن حسابات هذا الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي محزوفة بشكل كامل جيمي تيرميوتس تخرج من جامعة فلوريدا الدولية كلية إدارة الأعمال عام 2016 وهو حاليا يعيش في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يعمل جيمي تيرميوتس حاليا كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى أوتباوند فينترز تأسست في عام 2015 وعمل جيمي تيرميوتس سابقا في دي بي ام كابيتل وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات كما عمل مديرا في شركة أمارلا وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تتطبق هذه المعلومات إلى حد كبير مع ما نشرته وسائل إعلام أردنية بشكل متزامن حيث ذكرت أن السيد جميل أليكزاندر تيرميوتس ولد في كراكاس في فانزويلة عام 1994 وهو من أصول يونانية يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية وكشف بعض مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي صور إضافية لجيمي تيرميوتس وشقيقه الأصغر أليخاندرو وأخته أليكسا ويظهر حساب أخته أليكسا أن عائلته سرية حيث تظهر في الكثير من الصور مظاهر الرفاء مثل ممارسة رياضة الفروسية وغيرها وقد انتشر خبر خطبة الأميرة إيمان ابنة المالك عبدالله الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم فهي كانت مفاجأة بالنسبة للملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم إثباتوا يبحثون عن من هو خطيب الأميرة إيمان نجلة المالك عبدالله الثاني في الأردن لا سيما وأنه ليس من أبناء العائلة المالكة في المملكة الأردنية يبحث المهتمون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن من هو خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني في الأردن لأن فضولهم يدفعهم لمعرفة من هو الذي تقدم لخطبة ابنة مالك الأردن خاصة أنه غريب عن العائلة المالكة بعد البحث وجدنا أن خطيب الأميرة إيمان في الأردن هو السيد جيميل أليكزاندر تربيوتس ولد في كاراكاس بفنزويلة عام 1994 من أصول يونانية يحمل خطيب الأميرة إيمان عبدالله الثاني في الأردن درجة البكاليريوس في إدارة الأعمال ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ويهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسيما الفتيات منهم في البحث عن عمر الأميرة إيمان عبدالله الثاني فهن لديهن الفضول لمعرفة عمر الأميرة الأردنية وما سبب إقبالها على الزواج من هذا الشاب الذي تقدم لها وهل هو مسلم أم مسيحي كل هذه الأسئلة تدور في أزهان من يهتمون في الإطلاع على مثل هذه الأخبار كونها تجد اهتماما كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذ إن عمر الأميرة إيمان 25 عاما وقد هنأت الأميرة رانيا ابنتها إيمان قائلة ألف مبارك حبيبتي إيمان فرحتك عندي بالدنيا الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما ويجعل التمام على خير وهنأت الملكة رانيا ابنتها بتغريدة قالت فيها ألف مبارك حبيبتي إيمان فرحتك عندي بالدنيا الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما ويجعل التمام على خير وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية قد قالت في تقرير بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وصاحبة الجلالة الملك رانيا العبدالله وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأمير هاشم بن عبدالله الثاني والأميرة سلمة بن عبدالله الثاني تمت يوم السلساء الواقع في السادس منزل حجة عام 1443 هجرية الموافق للخامس من تموز عام 2022 ميلادية خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل أليكساندر ترميوتس عمر العبداللات أتقدم بأسماء آيات التهنئة إلى سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وصاحبة الجلالة الملك رانيا العبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم والعائلة الهاشمية بمناسبة خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان وقال إيمان أرشيد ألف مبروك لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني بمناسبة الخطوبة وقد هنأت ديوان الملكي الهاشمية صاحبي الجلالة بهذه المناسبة ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل أليكزاندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ابن الحسين ابن طلال من موليد مدينة عمان 27 سبتمبر عام 1996 وهي ابنة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين وابنة الملكة رانيا العبدالله وهي البنت الأولى لهما والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد